سأخبركم عن سبب يجهله الناس لمشاكل الأعصاب والتنميل والوخز والحرقان أو على سبيل المثال آلام أعصاب أسفل الظهر الذي يسمى عرق النسى أو ألم العصب الوركي الذي يسبب ألما شديدا أسفل الظهر مهما اختلفت الأسماء فكلها أمور ترتبط بالأعصاب في الجسم وإذا أردت أن تتشافى بوعي فيجب عليك أن تعرف الأسباب التي أدت إلى اعتلال الأعصاب ومن أهم الأسباب النظام الغذائي البالي الذي يعتمد على تلاول السكر الأبيض والسكريات المضافة إلى أصناف كثيرة ندسها في معدتنا دون أن نشعر وتؤدي شيئا فشيئا إلى تآكل الأعصاب وحدوث اختلال بهذه النعمة الإلهية التي تمنحنا الكثير من الوظائف الحيوية في أجسامنا على سبيل المثال هل تعرف ما الذي تفعله دهون أوميغا 6 في جسمك؟ دهون أوميغا 6 من أهم الدهون التي تعمل على تدمير الأعصاب حرفيا وللأسف الشديد هذه الدهون تضاف إلى مواد تغذوية كثيرة نتناولها على موائدنا وخاصة في المأكولات الجاهزة والمعلبات ويمكن أيضا أن نستخدمها على شكل زيوت نباتية هذه الزيوت النباتية التي عندما تتعرض للحرارة يزيد ضررها بشكل لا يصدق على الأعصاب ويحدث هناك حالة من الاختلال بين دهون أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية ويجب عليك أن تعرف أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 هي التي نبحث عنها لتعزيز التشافي وهي التي لها خصائص مضادة للالتهابات بينما أوميغا 6 تحفز تلك الالتهابات والمشكلات العصبية نحن بحاجة إلى هذه الدهون لكننا نحتاجها بالنسب الصحية والصحيحة وخاصة دهون أوميغا 3 التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول الأسماك تعمل على تعزيز هذه الفوائد مثل بعض التوابل العشبية المشهورة بفوائدها أو ملح الهملايا أو الطحين البيضاء هذه الطحينة التي تأخذ من السمسم الخام فهي رائعة جدا للمفاصل والعظام والأعصاب ويجب عليك أن تدرك أن النظام الغذائي البالي يتسبب في الكثير من الالتهابات وآلام الأعصاب ويؤثر على الطبقة التي تحمل عصاب وتؤثر على العصب الوركي وهو العصب الأكبر في الجسم فلا تهرول إلى دواء أو إلى حقنة أو إلى مكمل غذائي دون الانتباه إلى هذه القواعد الأساسية والتي تتمثل بقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه إذن قلل من الزيوت النباتية وزد أحماض أوميغا ثري الدهنية التي تتناولها وحرص أيضا على إضافة بعض العناصر التي اشتهرت بفوائدها للأعصاب ونتحدث هنا عن بعض الأطعم والمشروبات التي سنذكرها في هذه القائمة أولا البروكلي وهو من النباتات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المعروفة بفعاليتها في تحسين أداء الدماغ والمهارات المعرفية وقد أظهرت العديد من الدراسات أن البروكلي غني بمركبات تؤدي إلى إبطاء تلف النواقل العصبية هذه النواقل التي يحتاجها الجهاز العصبي لأداء وظائفه بشكل صحيح مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة والأعصاب الأفوكادو هذه الثمرة تساعد على حماية الأعصاب لأنها تحتوي على لسب عالية من أحماض أوميغا ثري الدهنية كما يعمل على منع تجلط الدم في الدماغ وبالتالي الحماية من السكتة الدماغية إضافة إلى أنه يساعد في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز ويمكن تعزيز هذه الثمرة من خلال بعض الإضافات التغذوية الداعمة ونتحدث هنا عن إضافة الفلفل الأخضر الطازج إلى جانب فص من الثوم إلى جانب القليل من أوراق الشبت ويتم هرسهم جيدا وإضافتهم إلى الأفوكادو وبعد ذلك نضيف القليل من ملح الهاملايا الملح الطبيعي المعجزة الذي يعتبر من أهم المواد الطبيعية الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات النادرة ويمكن أن نحصل عليها من ملح الهاملايا أضف إلى ذلك فنجان من زيت الزيتون المعروف بعظمته وفوائده للأعصاب لكم أن تتخيلوا فوائد هذا الطبق الذي يمكن تناوله بالملعقة أو باستخدام خبز الشعير فلكم أن تتخيلوا ما الذي يحصل في الجسم عندما نتناول هذا الطبق وما بالنا إذا تناولنا حفن من اللوز بعد تناوله مباشرة إذ أن اللوز تحديدا ويمكن إضافة عين الجمل إليه يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب لأنه يحتوي أيضا على مستويات عالية من أحماض أوميغاثري الدهنية الصحية للدماغ والأعصاب فضلا عن أن اللوز يساعد على إطلاق السيروتونين الذي من شأنه المساعدة على تحسين الحالة المزاجية في حين أن جميع المكسرات مفيدة لعقلك إلا أن الجوز يعتبر خيارا أفضل لأنه يحتوي على تلك الأحماض الرائعة مساء وفي خارطة الطريق الصحية هذه تناول بذور اليقطين لأن هذه البذور تعتبر مصدرا ممتازا للمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك إضافة إلى مضادات الأكساد القوية التي تحمل أعصاب بشكل لا يصدق وبالمناسبة يرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بالعديد من الأمراض العصبية بما في ذلك الصداع النصفي والاكتئاب ويستخدم الدماغ النحاس للمساعدة في التحكم في الإشارات العصبية وحال حدوث اضطرابات في مستويات النحاس يزيد خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية ويعتبر الزنك ضروريا للإشارات العصبية ويرتبط نقصه بالعديد من الحالات العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر وبعض الأمراض العصبية الأخرى وإذا أردت أن تتشافى بوعي من المشكلات العصبية أيًا كان اسمها وعنوانها فيجب عليك أن تتفقد مستويات فيتامين دال في جسمك ويجب عليك أن تتفقد مستويات فيتامين بي 12 إلى جانب تفقد مستوى الماغنيسيوم والزنك كما أن من أهم المواد التي تدعم صحة العصاب والغنية بفيتامين بي 12 الكبدة التي يمكن أن تطهى بوعي وهذه المرة يمكننا أن نعرض نموذجاً مختلفاً عما عرض سابقاً من خلال طهي الكبدة وإضافة القرع العسلي فالقرع العسلي من أهم المواد التغذوية الغنية بالعديد من العناصر التي تدعم وظائف العصاب والكبدة غنية بفيتامين بي 12 وهذه المكونات هنا وهناك ستتعاضد مع بعضها البعض من أجل خدمة عصابك لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر